بكرة هيبدأ أول أفواج حجاج جماعيات الأهلية المغدرة من مطار القاهرة متواجهين للأراضي المقدسة وعددهم 700 حاج بيمثلون حجاج محافظات الجيزة ودميات هيتوالى صفر أفواج حجاج جماعيات وزارة تضامن واللي عددهم 12 ألف حاج لحد يوم 14 أغسطس اللي جاي في سياق آخر النهاردة أعلن سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بدأ حملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار الحج رسالة سلام ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على تويتر صورة للمؤتمر وأكد سمو الأمير خالد الفيصل أن العام ده يشهد تطور كبير حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة ملكية تعنى بتطوير العاصمة المقدسة والمشاعر